اشتباكات دامت لساعات بين الجيش الوطني مدعوما بالجيش التركي من جهة وميليشيا قساد واسد من جهة اخرى في مدينة راس العين شمال الحسكة يعلن الجيش الوطني سيطرته على قرى جديدة في المدينة الكوزلية الاهراس العالية ليلان والاربعين بينما تبقى الاشتباكات مستمرة على قرى المشرافة والاسدية والحلبية وعدة قرى اخرى الجيش الوطني اضاف ان الاشتباكات اسفرت عن مقتل عنصرين من ميليشيا قساد اما من مقاتلي الجيش الوطني فقد اصيب عنصران بجروح متفاوتة بدورها وزارة الدفاع التركية اعلنت اصابة خمسة جنود من الجيش التركي في هجوم لميليشيا قساد بمنطقة راس العين مضيفة ان الهجوم نفذ بطائرات مسيرة وقذائف مورتر والاسلحة الخفيفة ما دفعها الى الرد على مصادر النيران في خضم هذه المعارك وتنفيذا للاتفاق التركي الروسي بانسحاب ميليشيا قساد من الحدود السورية التركية وزارة الدفاع الروسية تولن وصول نحو ثلاثمائة عنصر من الشرطة العسكرية الروسية بألياتهم ومدرعاتهم الى قاعدة حميمين باللاذقية وذلك للمساعدة في الاشراف على عمليات انسحاب قساد من على الحدود حيث قالت الوزارة ان العناصر سيباشرون تنفيذ مهماتهم لضمان انسحاب قساد ثلاثين كيلو متر داخل الاراضي السورية وعلى ذكر الدوريات الروسية فقد سيرت الشرطة العسكرية الروسية دورية جديدة بين مدينتي القامشلي وعمودا بالحسكة